كشف تقرير جديد لوكالة الأنباء الأمريكية أن دولة قطر استعانت بضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لسنوات من أجل المساعدة في التجسس على مسؤولي كرة القدم وذلك بهدف الفوز باستضافة بطولة كأس العالم 2022 وذكرت وكالة Associated Press في تحقيقها أن قطر وظفت أحد ضباط السياي اي ويدعى كيفين تشالكر والذي تحول إلى مقاول خاص لحساب قطر هذا وأوضح التقرير أن مهمة هذا الجسوس الذي استعانت به قطر هي التجسس على مسؤولي ملفات الاستضافة المنافسة للدوحة علاوة على التجسس على مسؤولي كرة القدم كما عمل تشالكر أيضا لصالح قطر في السنوات التي تلت ذلك لمراقبة منتقدية دوحة من مسؤولي عالم كرة القدم ويستند تحقيق Associated Press إلى مقابلات مع شركاء سابقين لشالكر فضلا عن ملفات لعقود ورسائل عبر البريد الإلكتروني ومستندات عمل ترجمة نانسي قنقر